ختاماً بشأن الفلاحيين اجتمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحفيد هني برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الفلاحي محمد عبيد المزروع والوفد المرافق له وبحضور رئيسة الكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة حيث تم التباحث حول الاستثمارات الفلاحية في كل من ولايات الجلفة تيارت أدرار واستثمار أكبر مركب زراعي لتربية الأبقار وإنتاج الألبان في برين بولاية الجلفة